إلى الصحافة الإسبانية الآن مع قضية رونالدو مع التهرب الضريبي نقرأ في صحيفة آس التالي رونالدو يدافع عن نفسه ويقول لم أخفي أي شيء وتفاصيل نقلة الصحيفة عن رونالدو قوله أنه لن يدلي بأي تصريح بشأن القضية الحالية بعد الآن طالما لم يصدر أي قرار رسمي بشأنها موضحا بعد الاجتماع إليه أنه لم يخفي أي شيء ولم تكن لديه أبدا لية في التهرب الضريبي مضيفا أن المصالح المختصة تعلم كل تفاصيل المتعلقة بمداخله لأنه زودها بالمعلومات المطلوبة وأكد أنه كان يطلب من مستشاريه القيام بذلك بشكل دوري ومنتظم تفاديا لأي مشاكل أختم رونالدو بيانه بالتأكيد على ثقته في العدالة الإسبانية وتمنيا أن يكون قرارها عادلا ومنصفا نبقى أيضا في إسبانيا أنما نتحول الآن إلى صحيفة سبورت التي تناولت قضية رونالدو إنما ركزت أكثر على ملف نيمار ومستقبله مع الفريق الكاتلوني نطالع فيها لعبوا برشلونة تعبوا من نيمار في بقية القصة تقول الصحيفة أن لاعبي برشلونة تعبوا من النجم البرازيلي نيمار وموقفه من المغادرة أو البقاء فقد عملوا كل ما بيسعهم لإقناعه بالبقاء لكنهم لم يفلحوا في ذلك وبالتالي أصبح موضوع يثير للزعاج والتعب لكل اللاعبين كما أن صدوكه في الجولة الأمريكية غطى على الانتصارات التي حققها الفريق الكاتلوني وأضر بشكل كبير بصورة البلاوغرانا والكلام هنا دائما لصحيفة سبوت الآن إلى الديلي ميل الإنجليزية التي فضلت الحديث عن انتقال أسر بنيمانيا ماتيتش إلى مانشستر يونيتد قادما من تشلسي الصحيفة كتبت في التفاصيل أن هذه السفقة ستجمع ماتيتش بالمدرب البرتغالي مورينيو الذي سبق له الإشراف عليه من قبل ونقلت ديلي عن اللاعب شعوره بالسعادة للعبي مجددا تحت قيادة مورينيو وقال أن الفرصة لما سنحت لذلك عندما سنحت لم يتردد في اغتنامها كما شكر بالمناسبة أنصار تشنسي على دعمهم له خلال مشواره مع البلوز من جهته أشهد مورينيو بمميزات وخصال ماتيتش مضيفا أنه يملك كل الأمور التي يرغب كل مدرب أن تتوفر في لاعبه خاصة فيما يتعلق بالإخلاص والثبات والطموح وهي الصفات التي ستساعده على النجاح مع الشاطين الحق اشتركوا في القناة